بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تفضل أخي الكريم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم فصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي ببطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في الدروس الماضية عن الوضوء وأركانه وما يكون قبل الوضوء من سنن ومن واجبات اليوم إن شاء الله سنتكلم عن ما ينتهي به الوضوء أي ما يصير به المرء محدثا يلزمه الوضوء فيما لو أراد الصلاة محدثا ما معنى الحدث أيها الإخوة قال الحدث هو أمر اعتباري ليس حسيا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص قلت لكم أمر اعتباري خرج معنا الأمر الحسي فيسمى خبثا ولا يسمى حدثا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء لذلك حينما نرفع الحدث نتوضأ بمعنى أننا سنجري الماء على أعضاء الوضوء بصفة مخصوصة كما مر معنا في الوضوء يمنع من صحة الصلاة هذا الحدث يمنع أن تكون صلاتك صحيحة فهو شرط لصحة الصلاة وما يشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف ونحو ذلك حيث لا مرخصة أحيانا قد للحرج الشديد للحرج الشديد يرخص لك أيها المكلف بأن تفعل بعض هذه الأشياء بلا وضوء أما الأصل أن الحدث لا يجوز فعل ما يشترط له الطهارة إلا بعد رفع هذا الحدث بالوضوء الإنسان الآن إذا توضأ وكان وضوءه وضوءا صحيحا يفعل ما شرع له الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك هل هذا الوضوء له مدة له مدة محددة ليس له ساعات محددة إنما ينتقض الوضوء ويرتفع حكم الوضوء بأحد هذه الأشياء التي سنذكرها بعض الكتب تعبر عنها نواقض الوضوء تنقض الوضوء ويصبح الإنسان غير متوضئ بحيث لو أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء أو ستة أشياء عفوا والذي ينقض الوضوء ستة أشياء فقط بعض الفقهاء يعني في عدها دمجوا البعض مع البعض فجعلوها خمسة والبعض فصلوها جعلوها ستة على كلين الذي يهمنا وعلة النقض بها غير معقولة المعنى بمعنى أننا لا نقيص على نواقض الوضوء غيرها لأنها غير معقولة المعنى فهي أمور تعبدية فهي أمور تعبدية فمثلا قد يكون بعض الأشياء تنقض الوضوء إذا كانت من الإنسان لمس الرجل المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء لمس الفرج من الآدمي ينقض الوضوء بينما مس الفرج من غير الآدمي لا ينقض الوضوء لماذا؟ أمر تعبدي سمعنا وأطعنا نعم قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء أولا ما خرج من السبيلين ما هذه ما في اللغة العربية تفيد العموم ما خرج من السبيلين من أحد السبيلين إما من القبول وإما من الدبر إما من القبول وإما من الدبر الأصل في ذلك ودليل ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ما معنى الغائط هو المكان المنخفض ما معنى هذه الآية كانوا قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى مكان منخفض يستترون فيه فسمي الخارج باسم المكان فسمي الخارج من الإنسان باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة وحديث الصحيحين الأصل في ذلك أيضا حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المذي الذي يخرج من القبول يغسل ذكره ويتوضع يغسل ذكره ويتوضع وأيضا الأصل في ذلك أن أحد الصحابة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أنه قد يحس بخروج شيء منه أثناء الصلاة فماذا قال له صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن من خروج شيء منه ولا يشترط أن يسمعه بأذنه بل يمكن أن يعلم التيقن من غير سماع بأذنه نعم فقال ما خرج من السبيلين قلنا يا أخواني ما خرج من السبيلين من القبل أو من الدبر والذي يخرج من السبيلين إما أن يكون معتادا كالبول والغائط وإما أن يكون نادرا كالحصات والعود كل ما خرج من السبيلين سواء كان خارجا معتادا أو خارجا نادرا ينقض الوضوء ينقض الوضوء هنا الآن عندنا مسألة قد يقع فيها كثير من المرضى شفاهم الله عز وجل وعافاهم قد ينسد المخرج الأصلي مخرج البولي أو مخرج الغائطي قد يسد لمرض ما لعلة ما فيفتحون له فتحة حتى يخرج منها هذه الفضلات التي تكون في الجسم ما حكم خروج الفضلات من هذا المكان نحن الآن نتكلم عن خروجها ولا نتكلم عن تجمعها هذه أيضا كل ما خرج من فتحة تحت السرة يعتبر كأنه خارج من أحد السبيلين لماذا تحت السرة ولم تكن فوق السرة تحت السرة هذا بداية المخرج من أمعاء الإنسان فوق السرة يكون في مستوى المعدة بعد والذي يخرج من المعدة لا ينقض الوضوء فالفتحة هذه إذا كانت تحت كما قلت تحت السرة لها حكم المخرج لها حكم المخرج وينقض الوضوء بخروج شيء منها أيضا لو خرج شيء من المنافذ الأصلية خرج من الفم من الأنف خرج شيء من النجاسات لو كان دما لو كان قيئا مع أنه نجس واضح هل ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء إذن الذي ينقض الوضوء ما هو ما خرج من السبيلين ثانيا الشيء الثاني الذي ينقض الوضوء هو النوم على غير هيئة المتمكن طبعا أيها الإخوة الإنسان الله عز وجل من عليه بنعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها وهي أنه ينام ينام أحيانا هذا النوم نعمة فيه راحة للبدن فيه راحة للدماغ فيه راحة للأعصاب فالإنسان لما ينام لا يستطيع التحكم بأعضائه قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فإذا نامت العينان وكاء السه فمن نام فليتوضع في رواية ثانية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء وفيه عندنا الرواية في كتابنا العينان وكاء السه ما معنى الوكاء عندك كيس وضعت فيه ماء ثم أردت أن تربطه حتى لا يخرج الماء منه هذا الرباط الذي تربط منه ما اسمه وكاء ما يربط به فالعينان شبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين شبهما بالوكاء بالشيء الذي يربط به السه ما معنى السه حلقة الدبر واضح فكأن العينين تربط الدبر عن أن يخرج منه شيء فإذا نام الإنسان هذا الوكاء لا يبقى عاملاً كأنه ينحلوه فقد يخرج منه ما ينقض الوضوء لذلك كان النوم لكن قال على غير هيئة المتمكن ما هذا ما المراد بغير هيئة المتمكن هذا الإنسان جالس على كرسياً كما أنكم الآن جالسون ممكناً مقعدته أليتيه ممكنهما من مكان جلوسه عند ذلك لو ناما لن يستطلق الوكاء ولا يخرج منه شيء لو ناما واضح؟ لو ناما لا يخرج منه شيء لأن هنا ماذا مكن مقعدته من الأرض مكن مقعدته من الأرض من المكان الذي هو جالس عليه شيخنا ولا يختلف فيه الاستناد لا سواء كان مستنداً وغير مستنداً نعم حتى لو كان مستنداً لا ينتقد وضوءه إذا كان متمكناً إذا كان متمكناً نعم حتى بعضهم قال لو كان محتبياً لو نام محتبياً وممكناً مقعدته من الأرض تبه معي محتبياً محتبياً يعني جمع يديه إلى جمع يديه وجعل يديه حول رجليه وهو جالس لو كان محتبياً بهذه الكيفية لكنه ممكن مقعدته من الأرض أيضاً لا ينتقد وضوءه الذي ينقض الوضوء أن ينام مطجعاً أن ينام على جنب واضح؟ أن يميل في نومه عند ذلك ينتقد الوضوء عند ذلك ينتقد الوضوء نعم وورد في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينامون في دواية أخرى حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم الأرض واضح؟ يعني يكادون يصلون رؤوسهم إلى الأرض حمل هذا على النوم أي؟ متمكناً حمل هذا على النوم متمكناً قال وَلَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا لَوْ زَالَ لَسَقَطَ لَأَمْنِ خُرُوجِ شَيْءٍ حينئذًا من دُبُرِه ولو كان يعني ولو كان مستنداً فلكنه ممكن فلا ينتقد وضوءه أيضاً قال إذا كان بين مقعده ومقره تجافي مثلاً جالس على مكان على كرسي مثلاً مفرغ في تجافي فهذا لا إذا جلس على هذا المكان ولو كان ممكناً مقعدته فهناك تجافي بين مقعدته ومكان جلوسه هذا ينقض الوضوء نومه لأنه لا يأمن من خروج شيء منه قلت لكم لا تمكين لمن نام على قفاه من ينام على قفاه هذا لا يعتبر ممكناً مقعدته نعم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء ولو مطجعاً ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحى عنه في كثير من الأحاديث إن العينان نائمتان والقلب يقضان أو تنام عينايا ولا ينام قلبي فكان فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء الثالث من نواقض الوضوء أيها الإخوة زوال العقل زوال العقل بسكر أو مرض زوال العقل بجنون بسكر بسكر مباح هل يكون السكر مباحاً؟ قد إنسان يتوضأ يدخل إلى غرفة العمليات يعطونه إبرة ليه؟ ليذهب عنه الإحساس هذا أصبح في حكم السكران واضح إخواني؟ العقل لا يحس بشيء الآن انتهى من العملية هل ما زال متوضئاً؟ لا انتقد وضوء لا انتقد وضوءه لزوال العقل هذا سكر مباح وسكر المحرم إذا شريب الخمر عامداً عالماً بالتحريم فسكر أيضاً هذا كان متوضئاً وزال عقله بالسكر المحرم فينتقد وضوءه أو بعارض كالمرض أو الإغماء أو دواء أو غير ذلك لماذا؟ لأنه أبلغ من النوم إذا كان النوم الذي هو ما زالت القوى العقلية موجودة لكنها تحتاج إلى إيقاظ ينقض الوضوء فلا أن ينقض الوضوء السكر من باب أولى قال الغزالي الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره فائدة الجنون يزيل العقل المجنون ليس هناك عقل أبداً الإغماء يغمره يغمره غمراً فلا تستطيع أنت بنفسك أن ترجعه إلى حالته الطبيعية والنوم يستره ارفع الستار يعني ارفع النوم يعود إلى عقله الكامل الرابع من نواقد الوضوء أيها الإخوة لمس الرجل ببشارته المرأة الأجنبية لاحظوا معي قال لمس الرجل ببشارته ببشارته بجلده خرج معنى الظفر العظم السن الشعر هذا كله لا يسمى بشارة فلا ينقض مسه فلا ينقض مسه لمس الرجل ببشارته المرأة الأجنبية من غير حائل المرأة الأجنبية هي التي يجوز له نكاحها خرج معنى المحرمات الأم فلمسهن لا ينقض الوضوء فلمسهن لا ينقض الوضوء من غير حائل إذا لم يكن هناك حائل بين ببشارة الرجل وبشارة المرأة أما إذا كان هناك حائل لمس امرأة من فوق الثياب لا ينتقض الوضوء لمس امرأة وهو لابس بيده قفازين لا ينتقض الوضوء لوجود الحائل قلنا يا أخواني لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل لقوله تعالى أو لمستم النساء هناك قراءة أخرى أو لمستم النساء أو لمستم النساء فطالما أن الله عز وجل عطفها لمستم عطفها على أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم فعرفنا عند ذلك كما استدل الشافعية أن اللمس ينقض الوضوء فدل على أنه حدث نعم شيخنا وكذلك لمس المرأة للرجل طبعا كلاهما في اللمس ينتقض اللامس ولو كان زوجان يعني ولو كان زوجين جميل نعم طبعا أخواني هذا خلافا لمذهب السالح حنفية عند الحنفية لمس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء وعند المالكية اللمس لا ينقض إلا إذا كان بشهوة إذا كان بشهوة أما عند الشافعية لا اللمس مطلقا ينقض الوضوء لمس الرجل المرأة مطلقا ينقض الوضوء قلنا يا أخواني سامحون لو هنا توسعت قليلا لكن هناك مسائل مهمة نحتاجها في حياتنا العملية قلنا أولا لمس الرجل المرأة لا فرق إذا بين أن يكون اللمس بشهوة أو بغير شهوة بإكراه أو بغير إكراه بنسيان أو بغير نسيان واضح لا فرق بين أن يكون الرجل رجلا كبيرا بالغا ممسوحا أي ليست له آلة الذكورة ليست عنده شهوة أو رجل عنده شهوة لا فرق بين أن تكون المرأة كبيرة في السن عجوزا أو تكون المرأة صغيرة واضح إذن ما هو اللمس؟ اللمس هو الجس باليدي لماذا قاله؟ قالوا إنه ناقض للوضوء ما المعنى؟ ما العلا؟ قال لأنه مظنة ثوران الشهوة مظنة ثوران الشهوة نعم قلت لكم السن والشعر والظفر هذا لا يدخل لأنه ليس من البشرة فلمسه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء بعد ذلك ما المراد بالرجل؟ المراد بالرجل البالغ؟ لا المراد بالرجل؟ الذكر إذا بلغ حدا يشتهى ولو قبل البلوغ الذكر الذي بلغ حدا يشتهى يعني امرأة دخلت إلى محل تجاري هناك شاب عمره عشر سنوات اثنى عشرة سنة لمسها هذا بلغ حدا يشتهى فينقض الوضوء وإن لم يكن بالغا والمرأة كذلك لمس المرأة أي مرأتين لا يشترط البلوغ إذا بلغت حدا تشتهى ولو لم تكن في سن البلوغ هذه مهمة يا أخواني وهذه مهمة وما رأيت كثيرا من من علق عليها أو نبه إليها بعد ذلك قلت لكم لمس المرأة ماذا قلنا لمس المرأة لمس الرجل المرأة الأجنبية الأجنبية خرج معنا ماذا المحارم المرأة غير الأجنبية المحارم المحارم طبعا يا أخواني في عندنا محارم بالنسب في عندنا محارم بالرضاع في عندنا محارم بالمصاهرة استضعوا تفصيل هذا سيأتي معنا في علوم أخرى إن شاء الله أو في كتابنا هذا لكن في باب آخر المحرمات بالنسب يجمعهن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم هؤلاء كلهن بالنساب يحرمنا وحرم بالرضاع كل ما حرم من النساب يحرم من الرضاع واضح؟ كل ما حرم من النساب يحرم من الرضاع وسيأتي أيضا تفصيل هذا إن شاء الله في باب الرضاع فإذا أرضعت المرأة ولدا أصبح هذا الولد إيه؟ ابنا لها أو بناتها أصبحنا أخوات له أمها أصبحت جدة له واضح؟ إذا أرضعت المرأة بنتا زوجها أصبح أبا لهذا البنت اتبهتم معي إخواني؟ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النساب الثالث المصاهرة المصاهرة زوج البنت أو زوجة الابني واضح؟ مثلا واضح إخواني؟ هذه مصاهرة واضح؟ فهذه لا تحرم تحرم على الرجل يحرم على الرجل ينكاحها واضح؟ فلمسها لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء نعم إذن المحرمات سواء كنا بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة نعم هؤلاء لا ينقض مسهن الوضوء ولو كان بشهوة ولو كان بشهوة نفترض إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله مريض القلب مس بنته بشهوة مس أمه بشهوة لا ينتقض الوضوء لماذا؟ قال لأنه يا أخواني أمر الشهوة أحيانا عند الشافعية أمر غير منضبط أي ليس له ضابط ما الذي سيميز لك المس بشهوة من عدم من عدم الشهوة فنحن نحكم على الظاهر نحكم على المس كان هناك مس انتقض الوضوء للأجنبية بشهوة أو بغير شهوة غير المرأة إذا كانت من المحارم ولو هناك مس لا ينتقض الوضوء الشهوة التي يعني أحس بها أو تصورها يأثم إثما آخر لأجلها لكن الآن لا ينتقض الوضوء وإن كان يحرم عليه انتبه يا أخواني يحرم عليه أن يمس أحدا من محارمه بشهوة أن الله عز وجل ما جعلهن هؤلاء مجارا للشهوة الرجل لو شك في المحرمية لم ينتقض الوضوء شك هل هذه المرأة محرم أم ليست في المحرم هل هو رضع من هذه المرأة أم لم يرضع منها شك في المحرمية واضح ماذا نقول الأصل أنها لا ينتقض الوضوء لم ينتقض الوضوء نعم بعد ذلك نعم كذلك مثلا لمس الرجل والدة زوجته لا ينتقض الوضوء طبعا المحرمات هذه المصاهرة أيضا نعم ماذا قال الله تعالى وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم ولا ينقض صغير ولا صغيرة لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا أيوة بالنسبة للصغيرة رجل مس امرأة أو بنتا صغيرة امرها ثلاث سنوات هذه لا تشتهى أما إذا بلغت حدا يشتهى كما قلت فينقض الوضوء مسها فينقض الوضوء مسها طيب لو كان لمس الإنسان امرأة او المرأة لمست رجلا ميتا هي ينتقض وضوءها أما الميت إذا غسلناه ووضعناه لا ينتقض وضوءه لماذا؟ قال إن الميت ارتفع التكليف عنه لأن الميت هل مكلف هو الآن؟ فهذا لا نقول له انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه نحن الآن مكلفون أن نوضئه فينتقض وضوء من يمس الحي أما الميت أو الميتة فلا ينتقض وضوءهما بمس أحد لهما واضح إخواني؟ نعم والذي ينتقض الوضوء بلمس الميت والميتة؟ نعم يعني مثلا الزوج إذا غسلت زوجته نعم والزوج إذا غسلت زوجها نعم وكذلك ممكن نعم هل ينتقض وضوء الميت؟ لأنه يستحب عند آخر الزوجل أن نوضئه طيب وضعناه وانتهينا منه جاءت إما زوجته فمسته هل ينتقض وضوء الميت؟ لا ينتقض ينتقض وضوء من؟ مست من الحي الحي ينتقض وضوءه أما الميت فلا ينتقض وضوءه نعم أخيرا يا أخواني آخر نواقض الوضوء التي ذكرها مؤلفنا عليه رحمة الله آخر النواقض مس فرج الآدمي ببطن الكف مس فرج ولو شيئا منه ليس الفرج بأكمله ولو شيئا من الفرج من الرجلين من ذكر أو من أنثى من نفسه أو من غيره مس الفرج متصلا أو منفصلا سواء كان الفرج متصلا أو كان منفصلا مس الفرج بشكل عام ينقض الوضوء لكن الفرج هنا لاحظوا ما يا أخواني الفرق بين المسي واللمسي عند الـ نعم في الأول قال لمسو لمسو نعم هنا قلنا مسو مسو ما الفرق بينهما نعم المسو يا أخواني قال ببطن الكف فالمسو الذي ينقض أن يكون ببطن الكف ما هو بطن الكف إذا ألصقت يداك ببعضهما البعض ما التصق منهما يسمى باطن الكف جميل هذه التي بين الأصابع ليس ببعض لا تنقض هذه أحرف هذه التي من الخارج هذا الوجه ماذا يسمى ظاهر الكف فالذي ينقض ما هو أخي الكريم الباطن باطن الكف جميل إذا لمسه أو إذا مسه بالأحرار الفرج بباطن الكف انتقض وضوء من مسه الآن قال أيضا هناك فرق في في اللمس بين الصغير والكبير كما ذكرنا أما المس فلا فرق سواء مس فرج صغير أو فرج كبير ينتقض الوضوء يعني الأم عندما تزيل لذلك سنتكلم عن هذا الأم حينما تنظف ولدها الصغير ولدها الصغير يحتاج إلى تنظيف بعد قضاء حاجته فالآن لما تريد تنظيفه هل ينتقض وضوءها إن مسته بباطن الأصابع ينتقض إن وضعت قفازا أو منديلا أو منديلا لا ينتقض حسب الوضع إن كانت إن مسته مسا بأصابعها بباطن أصابعها ينتقض وإلا إذا كان هناك حائل أو ما مسته بطريقة منديل أو شيء من هذا لا ينتقض نعم طبعا الدليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضع من مس ذكرا فليتوضع فليتوضع طيب قد البعض يقول يا أستاذ سمعنا عن حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن مس الفرج قال له هل هو إلا بضعة منك صحيح وبهذا طبعا أخذ بعض المذاهب نعم نقول هذا الحديث قال عنه الشافعية إنه منسوخ منسوخ لكم المراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع مثل الكف أيها الإخوة قال ومسو حلقة دبوره على الجديد مثل الفرج مثل الذكر الفرج الدبر أيضا حلقة الدبر حلقة دبر الآدمي لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع نقض بالخارج في كل منهما ما خرج من الفرج ينقض وما خرج من الدبر أيضا ينقض نعم شيخنا قوله على الجديد أيوة ما معنى على الجديد أخوان يعني أن هناك قول قديم في المذهب نعم جميل يا أخ يحيى الله يفتح عليه أخواني الكرام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إمام المجتهد عاش في العراق فترة في مكة وفي العراق ثم انتقل إلى مصر رحمه الله ومات في مصر لما اجتهد لما كان في العراق له بعض الآراء الفقهية جاء إلى مصر أيضا ظهرت له أدلة أخرى وسمع بأدلة أخرى وبأقوال أخرى فتغير اجتهاده فسموا ما قبل قدومه إلى مصر ماذا يسمى القديم ما بعد قدومه إلى مصر ماذا يسمى الجديد فالأصل أن المسائل الفقهية والأحكام تأخذ من كلام الشافعي طبعا إن اختلف يأخذ بالجديد إن لم يختلف معنى ذلك أنه لم يغير اجتهاده وبقي على حاله فهذا الآن مس حلقة دبره هناك قول قديم أنه لا ينقض وهناك قول جديد أنه ينقض طيب يا أخواني هل كل ما استجد للإمام الشافعي هو الجديد هو المعمول به في المذهب لا إلا حوالي 12 مسألة أو 13 مسألة مذكورة في الكتب ومبينة لو إن شاء الله أني أعطيكم نظن وجودها هذه المسائل وإن كانت في القديم لكن يفته بها على القديم ولا يفته بها على الجديد ولكن شيخنا يعني كونه جد استجد عنده نعم يعني ربما هو يعني تلقى أدلة أخرى نعم نعم طبعا أكيد ولكن بقاء المذهب على القديم لأن من جاء بعض الإمام الشافعي هناك مجتهدون أيضا مجتهدون شافعي المجتهد عند الشافعية على مراتب عندنا مجتهد مجتهد مذهب تلئمة الأربعة فعندنا مجتهد فتوى في مجتهد الترجيح المجتهدون على مراتب فبعض مراتب الاجتهادي يجوز لهذا المجتهدي أن يرجح من قول الإمام ما يراه راجحا جميل واضح فبعض المسائل وانصحكم يا أخواني حتى نعرف هذه المصطلحات بكتاب جيد جدا أولا بالنسبة للشافعية أحسن كتاب اسمه مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية هذا بالنسبة لمذهب الشافعية تجد فيه كل هذه الاصطلاحات ومعناها والمسائل المعتمدة من القديم والمسائل التي رجع عنها الشافعي واضح تجدها في هذا الكتاب مختصر الفوائد مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية هذا للثقاف علي رحمة الله موجود الكتاب في الأسواق كان قديم غير متوفر نصويره تصوير لكن الآن أصبح موجودا في الأسواق وهناك كتاب آخر رأيته كتابا جيدا جدا ونافعا وهو أكاديمي جمعت فيه المؤلفة جزاء الله خير يعني استلاحات المذاهب الأربعة جميل الاستلاحات الفقهية في المذاهب الأربعة أنا أحفظ الآن اسمه المؤلفة بالضبط مريم الظفيري مريم الظفيري كتاب جيد جدا ونافع ومدقق ومحقق تماما مريم الظفيري الاستلاحات الفقهية مر معنا على ما أظن إذن مس حلقة دبوره على الجديد طيب يا أخوانا كما قلنا فرج الميت ينقض فرج الصغير ينقض واضح خرج ببطن الكف لما قلنا بطن الكف الذي خرج به ماذا ظاهر الكف ورؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف كل هذا لا يسمى بطن الكف وبالتالي لا ينقض وبالتالي لا ينقض يا أخواني الآن من خلال دراستنا لهذا الباب باب نواقض الوضوء نريد أن نقرر قاعدة ستكون معنا في الفقه إلى آخر كتابنا من القواعد الفقهية المقررة استصحاب الأصل وترك الشك استصحاب الأصل وترح الشك وإبقاء ما كان على ما كان قلت لكم في النوم لو شك هل هل هو يعني ما لا أم ما زال متمكنا ماذا نقول إبقاء ما كان على ما كان نعم واضح يعني يبقى متمكنا ونحكم بصحة وضوئه من هذه المسائل لو شك هل أخذته سنة من النوم قد الإنسان أحيانا لما ينام قليلا أحيانا يرى مناما رؤية وأحيانا تكون هواجس نفس حديث نفس لو شك هل حديث نفس أم رؤية نقول لأ حديث نفس الأصل أنك متوضي فدائما في القواعد الفقهية نرجع إلى الأصل ونرجحه إنسان محدث استيقظ صباحا وهو محدث توضأ ثم بعد ذلك شك هل انتقد وضوئه أم لا ماذا نقول له الأصل أنك توضأت توضأت فلا ينتقد وضوئك بالشك أما لو استيقظ بعد ساعة شك هل توضأت أم لم أتوضأ فنقيه على الأصل على الأصل وهو أنه لم يتوضأ محدث واضح يا أخواني فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا أنه يعمل بالأصل فلا يرتفع يقين الطهر ولا يقين الحدث بظن ضده لا يرتفع بالظن واضح لا بد من التيقن من هذه القاعدة إذا شك هل نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفسين أو هل لمس الشعر إنسان شك هل لمس شعر المرأة أم بدنها واضح أو شك هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك لماذا لأنه لم يتيقن لم يتيقن الناقض فنبقى على الأصل وهو الطهارة نبقى على الأصل وهو الوضوء واضح؟ وهو الوضوء وأن الحدث لم يرتفع بعده فلا نرفع الحدث بالشك وهذا قلت لكم يعني هذه القاعدة قد تكون معنا في كثير من أبواب الفقه تفضل أخي فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة نعم موجبات الغسل قلنا في بداية كلامنا اليوم أن الحدث منه أصخر ومنه أكبر الحدث الأصخر يرتفع بماذا؟ بالوضوء بالوضوء والحدث الأكبر بالغسل لا بد فيه من الغسل ما هي الأشياء التي يحصل بها أو التي يصبح بها المحدث محدثا حدثا أكبر يعني ما الذي يوجب عليك لكي ترفع الحدث عن نفسك يوجب عليك الغسل ولا يرتفع بالوضوء هذا سميناه موجب الغسل يقال يا أخواني الغسل والغسل لغتان أما الغسل فهو الصابون أو الشامب الذي تغسل به جسمك ماذا يسمى غسلا بكسر الغيني واضح؟ إذن غسل وغسل كلاهما بمعنى واحد نعم طبعا أغثر الفقهاء يستعملونها بالضميم هذا في محيث اللغة وشرعا سيلان الماء على جميع البدن مع النية هذا الغسل سيلان الماء إذن لا يكفي المسح سيلان الماء على جميع البدن مع النية الذي يجب الغسل ستة أشياء ثلاثة أو ثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء ثلاثة أمور يشترك فيها الرجال والنساء معا لا تقع من الرجال وتقع من النساء أولها التقاء الختانين التقاء الختانين وهو المعبر عنه في بعض الكتب بالجماع التقاء الختانين نعم قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل طبعا يا أخواني التقاء الختان الرجل واضح وختان المرأة في كثير من البلاد يعني يختنون المرأة وفي بعض البلاد لا يختنونها فمكان الختاني المراد بذلك مكان الختاني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث قد يفهم منها أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذه الأحاديث إما أن نقول عنها منسوخة أنه لا يجب الماء إلا عند نزول الماء أو نؤولها بما يتفق هذه الأحاديث إنما الماء من الماء يعني إنما يجب الماء من إنزال الماء نعم ولا مفهوم مخارفة له لماذا ليس له مفهوم مخارفة؟ لأنه جاء ما يؤكد عدم المفهوم واضح جاء نص يفيد عدم الأخذب المفهوم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وخاصة شيخنا عفوا إذا نظرنا إلى سبب ورود الحديث أن إمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا رأت مرأة في منامها شيئا هل يجب عليه الغسل؟ قال إنما الماء من الماء نعم وبه يجمع طبعا دائما أن أخذ بمفهوم المخارفة له شروط من شروطه ألا يكون النص واردا على حادثة خاصة واضح فإذا كان النص له حادثة خاصة لا يعمل فيه بمفهوم المخارفة واضح نعم فهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا هي احتلمت فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء واضح هذا الحديث كان جوابا لذلك السؤال تسأله المرأة عن الاحتلام وقال لها نعم إذا كان الماء فيجب الغسل إنما الماء من الماء أما لا نقطع الحديث عن سبب وروده ونأخذ بمفهوم المخارفة نعم لا يصح هذا قال إخواني طبعا لما نقول الختانان عن محل الختاني طبعا ذكر الختاني جلن على الغالب فلو أدخل الحشفة أو قدر الحشفة من مقطوع الحشفة في فرج أو في دبر في فرج لحظه قلت أنه فرج فرج امرأة فرج بهيمة بغض النظر عن الحل والحرمة الآن واضح دخلت حشفته في فرج وجب عليه الغسل نعم كذلك أخواني إذا إذا أولج في صبي أو صبية صغير نعم قال يجب عليهم الغسل بعد الكمال يصبح جنوبا أيضا يصبح جنوبا لكن لا يجب عليه الغسل الآن لأنه صغير غير مكلف لما يصبح بالغا يجب عليه الاغتسال نعم قال وهي التقاء الختانين الثانية إنزال المني يعني خروج المني من الإنسان بأي وجه كان محرام أو حلال وأظن تفصيل هذا معروف نعم واضح فإنزال المني مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة فهذا يجب لخروجه الاغتسال ولو كان عن غير شهوة ولو عن غير شهوة جميل حتى قالوا لو أن مني الرجل خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها يجب عليها إعادة الغسل نعم عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتنمت قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء فإذا أمنى فإن أمنى نعم الرجل يجب عليه أغتسال وإذا أيضا المرأة احتلمت وعرفت أنه خرج منها المني يجب عليها أيضا أغتسال طبعا بالنسبة للرجل المني يخرج من الصلب ومن المرأة قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب نعم من صلب الرجل وترائب المرأة بماذا يعرف المني يعرف أنه يخرج على دفعات لا يخرج دفعة واحدة على دفعات قال تعالى خرق من ماء دافق 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 وسمي منيا لأنه يمنى أي يصب أو للذة ويعرف أيضا بلذة خروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه سينهل يتصور النزول المني بدون شهوة قد خروجه بدون شهوة كما ذكرت لك المثال قبل قليل لو رجلا جامع زوجته فاغتسل واغتسلت بعد قليل خرج مني الرجل منها نعم يجب عليها إعادة الغسل نعم نعم بعد ذلك خرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها ثم اغتسلت ثم خار وطئت في دبرها تبهوا لكلامي ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل لماذا لو ما خرج من سبيلها من سبيلها من قبلها ما خرج من القبول نعم هناك بعض بعض المسائل ذكروها في المني لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا رأى في ثوبه أو في فراشه منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل ترميل فقد يكون خرج منه المني ولم يحس به فيلزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه إن احتمل من كونه من آخر ينام على هذا الفراش هو وينام أيضا صديقا له زميله أخوه يحتمل أنه من غيره وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه فيسن لهما لأنه ما تيقن الآن يسن لهما الغسل والإعادة نعم الثالث يا إخواني من الموجبات الغسل المشتركة بين الرجل والمرأة الموت الموت لمسلم غير شهيد أما المسلم الشهيد فلا يغسل قال صلى الله عليه وسلم دليل الغسل للموت قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته يعني وقع من على ناقته وضربته على عنقه فمات قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر هذا دليل وجوب غسل الميت نعم فالموت أيضا من ما يشترك فيه الرجال والنساء وسيأتي تفصيله في باب الجنائز تغسيل الميت وكيفيته وسننه سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله وثلاثة تختص بها النساء هناك ثلاثة أمور أخرى لكنها خاصة بالنساء لا علاقة للرجال بها ما هي أولها الحيض الحيض قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا حتى يغتسلنا نعم فالحيض قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاتة تركي صلاتك وإذا أدبرت فاغتسي لي هذا وجوب الاغتسال للانتهاء من الحيض فاغتسي لي وصلي الحيض أيضا الحيض وكم مدته وما علاماته كلها في لها باب خاص إن شاء الله الثانية النفاس ما هو النفاس أيها الإخوة الأصل أن الحائض أن الحامل لا تحد الدم الذي يكون في هذه الفترة يجتمع متى يخرج بعد الولادة واضح فدم النفاس هو دم حيض مجتمع دم النفاس ما هو دم حيض المجتمع اجتمع في هذه المرأة ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو نحوها نعم طبعا موجب الغسل موجب الغسل للصلاة لا يجب عليها نفترض إمرأة انتهى حيضها مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد طروع الشمس لا يجب عليها الغسل إلا متى قبل أذان العصري لماذا لتصلي الظهرة نعم واضح واضح إخواني نعم واضح لما فلعني موجب الغسل هو إرادة القيام إلى الصلاة مع الحيض الذي كان مع النفاس الذي كان الثالثة مما اختص بالنساء الولادة الولادة خروج نفس من هذه المرأة أو مبدأ نفس ولو كان علقة أو مضغة واضح ولو بلا بلال لأن الولادة ما هي يا إخواني المرأة لما تلد ماذا تلد تلد كائنا كان حيا إن عقد من مني الرجل ومني المرأة لأنها تخرج منيا واضح نعم كأنه منيا منعقد ولا يخلو من بلل غالبا نعم وتفطر طبعا به المرأة الولادة تفطر به المرأة نعم لأنه يعني خروج شيء منها نعم من الفرج يحرم يحرم على الجنوب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر كل ما حرم بالحدث الأصغر الصلاة قراءة القرآن نعم الصلاة قراءة القرآن طواف عفوا مو قراءة القرآن مس المصحف مس المصحف لأنها أغلظ منهم وشيئان آخرا يعني الصلاة الطواف مس المصحف وشيئان آخران ما هما الشيئان الآخران أولا المكثل مسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى لا تقرب الصلاة وأنتم السكارة حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل فالجنوب والحائض والنفساء لا يجوز لهم المكث في المسجد لاحظوا معي ماذا قلنا يا أخواني المكث المكث خرج معنا العبور أو المرور لو كان المسجد له باباني باب من الشرق وباب من الغربي أراد جنوب الدخول من باب والخروج من باب نعم اختصارا للطريق يجوز نعم أرادت الحائض الدخول من باب والخروج من باب يجوز أرادت النفساء الدخول من باب والخروج من باب يجوز أما المكث فلا يجوز أما المكث فلا يجوز نعم ولا جنوبا إلا عابر السبيل قال ابن عباس لا تقرب الصلاة لا تقرب مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور السبيل الصلاة ليس فيها عبور السبيل ففسرنا الصلاة بمواضع الصلاة نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ولا جنوب خرج بالمكث والتردد ماذا قلنا يا أخواني المكث لمسلم بالمسجد أو التردد فيه خرج العبور فلا يحرم ولا يكره إن كان له فيه غرض إث أن يكون المسجد أقرب طريقيه يعني نحن دخل في المسجد لغرض صحيح واضح نعم فإن لم يكن له غرض كريها أيضا يا أخواني لكن هنا الآن في هذه الأيام تواجهنا مشكلة كبيرة وهو أن كثيرا من بلاد الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى فيها مساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وهذه تكون في المساجد والقائمون عليها فتيات نساء ما حكم إتيانهن إلى المسجد في أثناء العادة الشهرية هل يجوز أم لا يجوز لتدريس القرآن الكريم الأصل يا أيها الأخوة أنه اتفق الأئمة الأربعة على عدم الجواز على عدم الجواز البعض قال انتبهوا لكلامي من المعاصرين وليس من القدامى من المعاصرين البعض منهم قال يجوز لأن العلة خوف التلويث خوف التلويث وهذه تنتفي هذا المكان التدريس لا يأخذ حكم المسجد واضح فبذلك نكون يمكن أن تستمر الدروس وتأتي المرأة في كل أيامها إلى دروسها سواء كانت طالبة أو مدرسة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة